السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد من زلسلة تطبيقات المشروع على القناة. فيديو جديد بمجموعة تطبيقات جديدة ان شاء الله ستنالي عجبكم. بس قبل ما نبدأ بتمنى منك الاشتراك في القناة وتفعل زر جرس على الكل يصلك كل جديد. واول تطبيق معنا هو التطبيق ده من اجمل التطبيقات اللي ممكن تستخدمها على وبيلك. التطبيق ده بيعرض لك صورك بشكل خرافة وبشكل جميل جدا. تقدر استخدم الصور باشكالة رائعة باشكالة كميلة جدا. مجرد لك تحمل التطبيق ده باتفتحه. بيبدأ يتظهر لك باللقاء دي دي نديره الصلاحيين لنضغط عليه سماح. بعد كيف يتظهر لك بالشكل ده. تبدأ ان تتحرك بجأة بدي لك زي النظام شكل تعريفي كده ان انت بتضغط بكل كده اضغط هنا. تبدأ تحرك الصورة. تظهر لك زي كده تضغط على علامة الزياد اللي فوق. بدي لك شكلين في نفس الوقت لما تضغط على علامة الزياد بتخش عليها وتغير الشكل اللي انت عايز تغيرها. مسلا بالشكل ده كده. تبدأ ياثر لك معك بالشكل ده كده لو انت عايز تغير الخلفية ديت نمكن تغيرها عادي لو جرق تضغط على ضغط هنا. وجرق انك تضغط ده تحمل الخلفية زي كده بتبدأ تحمل معك. هفتقدر تحمل خلفيات كثيرة بتقدر بالشكل الرئيعة ده. لو انت عايز تحمل خلفية من عندك الموبايل بتاعة. بتضغط على علامة الزياد ديت. تبدأ تحدد� Vayлед الحف명이 زي كده وتبدأ تحدد فيها زي ما انت عايز. لو انت عايز تختار خلفية من دول بتختارها عادي. وبعد ما بتخلص تضغط علامة الصح. كده الصور بتتحافز عندك. ومجرد تضغط على كلمة الصارت. ومجرد تنحافز عندك على الجهاز بتشاكل الرائع بالشكل الجميل دي. وتقدر تستخدم صور تانية معاك. بمجرد تضغط علامة ازاي ديرة. بتبدأ تحمل صورة من على الموبايل بتاعك. تبدأ تشتغل عليها زي ما انت عايز باشكال الرائع واشكالها جميلة جدا. وتاني تطبيق معا هم هو التطبيق ده من اجمل التطبيقات الممكن تستخدمها برضك في عمال الصور اللي صور كرتونية واشكال صور تانية. مش مجرد ان الصور بيعمل Shell صور كرتونية بس. لا ده بكوالب جميلة جدا مش محدد انك يغير لك شكل الى شكل كرتوني بس. فلو عجبني في التطبيق ده انه بيغير لك باشكال كوالب تاني. احنا كنا شارعنا تطبيق قبل كده بيغير لك الصور على شكل كرتوني. ولكن التطبيق ده من اجمل التطبيقات والاحسن منه كتير جدا. فتعال نخش ونشوف التطبيق مع بعض. نبدأ بعد ما تحمله بتخش على التطبيق. ببدأ يفتح لك بالطريقة ديت. بياخد سوان يفتح معك علشان يحمل القوالب الموجود على التطبيق. بعد كده لما بيظهر معك زي كده بيقول لك الشكل يتعريف ازاي ايضا اغطينا مسلا دغطة لو عشان يتحمل. بعد كده تندوله سماح. سمح تاني. بعد كده نددله مثلا بعد كده بندله نختار صورة بقول لك اختار اي صورة من الصور اللي عندك هنا. وليكن نختار صورة زي كده. مسلا انا ويبدأ يحمل معاك ياخد سوان ويحمل معاك بشكل بتاعه. بعد كده بيحمل زي ما انت شايف كده حوال صورتك لشكل كرتوني. فزي ما انت شايف كده حوال لو انت عايز تحمله بتضغط على ده ونلود من هنا لو عايز تجيب صورة تانية مسلا يتحول. مسلا كده دي صيف مسلا. نبدأ نرجع يبدأ يرجعنا تاني وورينا القالب. بعد كده بدي لك القالب عندك هي زي ما انت شايف كده يعني مسلا وناخد القالب زي ده. ونختار صورة مسلا نفس الصورة اللي انا لسه عاملين هدية. بيبدأ يحمل معنا. بعد كده بيزرلك بالشكل ده كده يعني من عمال خدنا السرط الكرتوني بيزرلك زي كده. تبدأ يحمل لك الصورة بالشكل ده كده. فهو شكل جميل جدا تبدأ تستخدمها فشوف شكل رائع وكوالب تانية او ممكن يتحملها من هنا او ممكن تخرج مسلا لو先 عايزها بترجع تاني. وبنختار كوالب تاني لو اللي عايزين نختار كوالب تانية. تفقي عندك كوالب تاني ايت. مثلا ديت. يدعم لك كوالب كثيرة جدا. وفي كوالب تانية كثيرة ايت. مجرد تتحمل اي قالب بين دوله بتحمل مع ك على حسب انت كده يogenic. تشوف القالب اللي انت تختارها عايز تختار القالب اللي انت تختاره وتحمل لزي ما انت عايزه وتشتغل على الصورة. فهو من اجمل التطبيعات يمكن تستخدمها في عمل صور كرتونية والشكل الرائع بشكل جميل جدا. واخر تطبيب معنا الارضة والتطبيد ده هى تطبيق ده تطبيد تنزيلات. اكيدما انت تقول لي ان ما فيه تطبيقات تنزيلات احساس منه اقول لك ان فيه تطباع دي تطبيقات التنزيلات اللي فاتت كان فيه دي احديثات في الموبايلات والتطبيقات اللي فاتت فبعض التحديثات اللي فاتت خلت التطبيقات التنزيلات مثلا زي السناب تيوب وفوديومات والتطبيقات اللي ازاي دية. خلت تحديثات مزعجة شوية من نسبة لنا. خلت موضوع التنزيلات صعب. فنضطرنا ندور على تطبيق. ولقينا التطبيق ده من اجمل لتطبيق الممكن التنزيلة من عندك. بدي لك تصفح ودي لك تطبيق بنفس الوقت تنزيلات. بحمل لك من المواقع جميع المواقع للتواصل الاجتماعي وجميع التطبيقات وجميع اي موقع. وبحمل لك مش بمجرد على تحميل. بحمل لك كزا مستند صور بتاع روة ناص. اي حاجة بحمل لك التطبيق ده. فهو من اجمل لتطبيقات اللي ممكن تستخدمها. بعد ان نفتح التطبيق بعد ما نحمله. هو عندك ان التطبيق ده بتعملك اللغة العربية كمان. ممكن تنزل تحت وتليختار اللغة العربية وبعدين نختار. بيظهر لك بالشكل ده ندوله سماح. بعد كده ندوله تحديد. بعد كده بيظهر لك هنا دي التصفح مسلا بيدي لك ارشادات عنده عن التطبيق. بعد كده مشتغر زاد كده. لو انت عايز الصفحة من التطبيق مسلا عايز الصفحة من هنا حاجة بنضغط هنا للسماح. بعد كده نخش من هنا بنرجع تاني. بنبدأ تتبحس عن اي حاجة انت عايز تبحس من عليها من هنا وتختارها وتتجيبها من على الموبايل. وتنزلها. ما انتش عايز ممكن تكون على اليوتيوب او على الواتساب او من على اي حاجة او عايز تحمل مسلا او الديك توك بداية من جميع ده كل التطبيق ده. ممكن تروح دغط او دغط مشاركة. وجارك تضغط مشاركة بيظهر لك التطبيق تضغط عليه بيروح محمل معك على طول التطبيق. فهو التطبيق ده عشان نشرحه بس عايز الفيديو الى واحده وما ان هو من اكمل التطبيق لانه بيستخدم جميع حاجات كده وان لك هنا دجار التعميل المنتهى الخطأ الجدوى. فهو من اكمل التطبيق ممكن بيدعملك حاجات كتيرة جدا. ودي كان اخر تطبيق معنا نهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ولسه ما اشتركتش معنا في القناة. يا ريت انزل دلوقتي وتشترك معنا في القناة وتفعل زر جرس على الكل ياصل الكل جديد. ولو احتجتم اي حاجة سيبه لنا في الكومنت تحت. ولو محتاجين اي شرحة او اي حاجة عن اي تطبيق ممكن سيبه لنا في الكومنت تحت برضو. نرد عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.